اذا اخر جمعة في السنة واخر صالون في السنة ايضا اليوم اذا في هذا النهار 28 ديسمبر نحنا قدير اليوم فيه بالشهر عبير 28 28 ديسمبر فيه من اخبار الفلك كمان فيه ماجي فرح المعروفة يلي صدر اليها كمان كتاب بيحمل عنوان امال تزهر وفي هذا الكتاب بتقول 2008 هي سنة انتصار النساء شو رأيك بالموضوع ماذا بينا يا ريت انتصار النساء وبتقول انو كمان سنة 2008 مليئة ببراعم الامل والتفاؤل وموليد الجدي والثور والعقرب هم الاكثر حظا يعني انت داخلي بالموضوع داخلي بالموضوع اينا كان زحل منذ سنوات كان زحل في برجي ما نحكي ليش ألف مبروك عليك عبير انو هذا العام عن جد فيه كتير من التفاؤل بالنسبة لبرجي كبرجي السور وطبعا مثل ما قالت كمان ماجي فرحون بالكتاب انو موليد الجدي السور والعقرب هم الاكثر حظا وتقول انو سنة 2008 هي في كتير من التغيرات والاستثمارات الكبيرة اذا هيدا شوي هيك تقريبا شو قالت بكتابة ماجي فرح بالنسبة لتنبؤات 2008 هو انا اللي نلاحظه يعني مع احترامنا لكل هؤلاء لكن نحس انو حتى لو فيه اخبار او اشياء سيئة يحاولوا علماء الفلك هذوما والمنجمين خاصة انو كلمة عالم فلك كبيرة المنجمين هذو ما يحاولوا في كل مرة انو ما يقولوا الاشياء الايجابية اكثر من السلبية طبعا هذي ديبلوماسية منهم لكن على طول احنا تصير لنا اشياء مع انت على طول يقولوا لنا في عام وكل خيرات وكذا 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 احيانا تصير لك اشياء تقول لها طفعا عبير انو ما منخد نقرى الاشياء السلبية مشان هيك نتفديها اخيرا نعم نعم صح بس نقرى الابراج انت بتقرى دايما الابراج عبير حسب حسب الايام حسب اي اكثرشي بتحب الابراج تحب الابراج الصينية بتحب الابراج العادية اي ابراج انت والله انا وكيفي يعني انا مذاقي انا مذاقي انا تعاملي مع الابراج انا يعني من منش يقول لك غدا تلقى مالية او تلقى حاجة او تعتر على كذا او تجيك هدية ما نقمنش بها كثير لكن عندي شيء في داخلي تعرف كل شخص عنده يعني أشياء متعود بها لما يكون عندي شيء في بالي نفتح كتاب أول جملة نقرأها نقول الجملة اللي تعرضني الآن فيها إجابة على تساؤلاتي نفتحها أحيانا نكتب قرآن أحيانا نقرأ كتاب أحيانا نقول أنا منقمنش بالأبراج لكن الآن بما أنا طلعت في بالي وضربت في بالي أنه أنا نقرأ الآن نروح ونشوف برجي وسبحان الله نلقى الحاجة اللي تساعدني في اللحظة هذيك وفي الموقف هذيك يعني بشكل ربما شيء مش بطبيعتك متفائل يا عبير صح أنا متفائل لأنه إلا بتاخد الحياة بتفائل صحيح تبتسم لك الحياة صحيح إن شاء الله إن شاء الله يا رب هلأ أنت عندك أبراج صينية شوي تعطينا فكرة غانا كيف بتكون الأبراج الصينية بسبب الأبراج الصينية هي مش توقعات العام 2008 لكن احنا نعرف الأبراج يعني اللي احنا ذكرناهم منذ بداية هذا اللقاء حبيت نحكي إنه في من جانب آخر تعرف الحضارة الصينية حضارة قديمة جداً وعندهم أشياء خاصة بهم يعني وفرضوها حتى على العالم فإحنا أصبحنا نهتموا أيضاً بالأبراج الصينية فحبيت نعطي فكرة على بعض ملامح الشخصيات لهذه الأبراج نعرفوا الأبراج الصينية ما تمشيش بالشهر كيف الأبراج اللي نعرفوهم تمشي بالسنة نعم وهي دورة دور 12 سنة كل 12 سنة يرجع البرج من الأول يعني ترجع الدورة من أول وجديد فما تمشيش بالشهر تمشي أكثر بالإباءة السنة بالسنة طبعاً نبدأه ببرج الجرد وممكن نحكيه عليه بصفة عامة هو ساحر اجتماعي صاحب حيلة طبعاً كيف الجرد محتل محتل سريع البديهة طموح ماكر ويحب نفسه يعني أشياء إيجابية أشياء صلبية ربما من مشاهير هذا البرج نذكر جين كيلي نذكر لويس أرمسترونغ عنا برج الثور وهذا برج مشترك بين الأبراج الصينية والأبراج العالمية كمان في برج الثور وهو مصمم ذو إرادة قوية طموح حذر صبور وعنيد كل هالشي كل هالشي ومن موليد برج الثور أو من مشاهير برج الثور عنا تشارلي شابلين عنا والديزني يعني متعلى صور المتحركة وكذا يكتب الرسوم اللي هو وعنت أخلق الرسوم هذية عنا بربرا كارتلاند محصدة معروفة نعم عنا أيضا برج النمر كاتبة معروفة بربرا كارتلاند برج النمر هو حازم كالنمر مغامر ذو شخصية مستقلة مبتكر كريم وندفع ولا يعرف الراحة يعني نعرف إنه شخصية النمر ولي صاحب برج النمر يكون عنده طموحات كثيرة ويتحرك على الطول ويتحركوا شخصيته قوية وكذا يحب يعني يتوجد في الحياة من خلال الأعمال اللي ممكن يقوم بها من مشاهير هذا البرج أجاتا كريستي توم كروز ليوناردو ديكابريو وجودي فوستر مشاليل نصل الآن لبرج الأرنب هو اجتماعي متزم مهذب عنيف يعني مهذب وعنيف الأرنب له بصيرة نافذة حساس ميال الإنعزالية هذا برج الأرنب هذا هي برج الأرنب ومن مشاهير هذا البرج عنا ويتني وستن و جيمس فوكس ننتقل الآن لبرج التنين وهو نشيط صاحب عزيمة وتصميم واثق من نفسه مغامر متعدد المواهب كثير الشكوك مصبوط كثير الشكوك ما بعرف بس متعدد المواهب نحكيه على المشاهير عنا تشيرلي تنبل عنا مارتن شين وعنا جولي كريستي هذا التنين هذا يتني نعم بالنسبة لبرج الثعبان هو متأمل حكيم عن ذو حدث ومديهة ما حمي من الأخطار لأنه هو نفسه خطر مستقل وكسولة أحيانا بالنسبة لمشاهير هذا البرج عنا أوردي مش عارفة حقيقة بالنسبة للمشاهير اللي موجودين حاتينهم مشاهير لكن في هذا البرج بالذات أنا ما نعرفه مش عارفتهم ننتقل لبرج الحصان وهو نشيط متيقذ ونبيه محب للترحال مغامر فصيح ذور حرة ومنطلقة ذو شخصية مستقلة وأيضا سريع الغضب بالنسبة لبرج الحصان نعم عنا سيندي كرافورد من برج الحصان عنا هاريسون فورد من برج الحصان وعنا جانيت جاكسون أيضا من برج الحصان من بعدين منتقلوا لبرج العنزة من بعدين منتقلوا لبرج العنزة أي برج العنزة هو مبتكر محب للفنون يراعي مشاعر الآخرين كريم سهل الإنقياد حساس وميال للقلق برج العنزة تميلتنا عالية من برج العنزة يعني من المشاهير عم يقضيه إذن ما زالوا معنا برج القرد برج الدك يطوري معت عنا وقت كثير معليش احنا حبينا فقط نعطيه فكرة صغيرة ربما نواصلوا معهم مرة أخرى ونخصولهم حصة أخرى لو حبينا نرجعوا به تفاصيل دقوا يكونوا معنا وقت أكثر على كل حال فيهم يكتبونا نحنا على موقعنا الإلكتروني طب رد عليهم إذا بحبوا إذا فينا رد عليهم بعشياء طبعا وموضيع بختلفة عبير على كل حال مرة الوقت بسرعة ما حصينا اليوم صح مثل السنة هايدي مثل بداية السنة ونهاية السنة على كل حال شكرا إليك بنشكر كل يلي كانوا معنا اليوم الشكر إلى المناجم الفلاكي إبراهيم حزبون يلي كان معنا كمان الزميل عم تخيات يلي شيريك نعم نعم وشكر إليك عبير على أمل أن نجدد لقائنا في العام المقبل إن شاء الله شكرا إليك وشكرا للي كانوا معنا وشكرا للي استمعوا لنا منذ بداية هذا اللقاء إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير يا ريت وكل المستمعين يا ربي بالصحة والعافية وكل الأشياء الجميلة نشكر إيتيان اللي كان معنا في الأنبساء الصوتية وحنان صباغ يلي كماشي سهمت في أعداد هذا البرنامج نشكر الجميع منون إلا لك باي 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 اشتركوا في القناة